قبل ما نبدأ يريد توصلوا الفيديو ده ل 4500 لايك على اليوتيوب عشان ننزل الفيديو اللي بعده في أسرع وقت خلصنا هركباب دي من دراجون بول زد لما ماجينبو وصل لطاقت القصوى وعلى الجانب الآخر كان لسه جوكو وفيجيتا بيتقتلوا قتال قوي جدا اللي اثنين كانوا بيهجموا على بعض بهجمات طاقة كبيرة وبيضربوا بعض بالأيدي وتصابوا إصابات كتير لحد ما وقفوا جوكو قال لي فيجيتا بقت قوي عن زمان ففيجيتا قال له أنا عمري ما كنت أقوى منك وهي دي المشكلة دايما أنا خلت باب دي سيطر علي عشان أزداد قوة وأقدر جريك أنا عايز أرجع فيجيتا بتاع زمان اللي كان قاسي وبيقتل أي حد مش مسدى إني عملت عيلة وعيش دلوقتي حياة هدية معك هنا في الأرض فجوكو قال له حياتك الجديدة دي أحسن بكتير وهم بيتكلموا ختم ماجينبو تكسروا من طاقته حصل زلزال الكل حس بيه حتى ترانكس وجوتين اللي كانوا في طريقهم لماجينبو حسوا بالزلزال وحسوا بالطاقة اللي جاية من عنده بس حسوا كمان بطاقة القتال بتاعة جوكو وبيجيتا وبقى وقفين محترين يروحوا هنا ولا هنا وجوهن وهو واقف قدام كرة ماجينبو ما كانش عارف يوقف اللي بيحصل ده ازاي وقرر انه يهجم على الكرة وفعلا قعد يهجم بكامي هامي هكذا مرة لحد ما الكرة فتحته وبصه ولقوها فاضية فباب دي ودبرت فاجئه وكايوش انضحك وقال كده اكيد ماجينبو مات خلاص مفيش خطر هيهدد الأرض بس هو بيقول كده جوهن قال له استنى ما تفرحش في دخان خرج من الكرة الدخان ده بيحمل طاقة كبيرة اكيد ماجينبو هيتكون من الدخان وفعلا ده اللي حصل وماجينبو هيتكون وظهر قدامهم وقعد يتنطط ويمشي زي الأطفال فباب دي استغربه ورح قال له انا اللي رجعتك للحياة انا سيدك ولازم تسمع كلامي بس ماجينبو استمر في حركاته الغريبة فدبرة قال له باب دي شكل انعش ماجينبو فشل واللي قدامنا ده وحش غبي وضعيف فكايوش ان قال له هو ده ماجينبو وهي دي تصرفاته وانا شفته زمانه وعارفه وفاجأة ماجينبو ضرب دبرة في وشه وبعد كده ضربه برجله وبعده فجوهن خافه جوكو وفيجيتا وهما بيتقاتله وحسه بالكي بتاع ماجينبو جوكو قال له فيجيتا استنى فيكي مرعب جاي من الناحية دي اكيد ماجينبو رجع للحياة لازم نروح نوقفه ففيجيتا قال له كده كده احنا عقوى منه وهنوقفه بس لما نخلص قتلنا وهجم فيجيتا تاني فجوكو قعد يتصدى لي وضربه وقال له ماجينبو هيقتل الكل حتى بولما وترانكس هيموته ففيجيتا وقفه وقال له ماشي يلا نروح له فجوكو فارح وكان مع اتنين من بذور الناس اقتلعهم عشان ياخدوا واحدة ويد التانية لفيجيتا بس فجا فيجيتا غضر به وضربه وخليهم عليه وقال انا السبب في ظهور ماجينبو وانا اللي هقضي عليه الوحدي واخد فيجيتا بذرة الناسك ووافي فكر هيروح لماجينبو ازاي وجوتن وترانكس في الوقت ده قرروا انهم ينطلقوا لمكان ماجينبو وكلسا جوهن وكايوشين واقفين مرعوبين قدامه وبابيدي قال له لو ما سمعتش كلامي هاختمك تاني اقتل الاتنين دول فكايوشين قال ماجينبو هيسمع كلام بابيدي دلوقتي بس انا متأكد انه هيقتله او هيحطه في الكرة بعد كده فجوهن قال له ما فيش وقت نفكر ماجينبو جاي علينا يلا نهرب وفعلا الاتنين هربوا لكن ماجينبو رح وراهم وبسبب سرعته الكبيرة جوهن لقىه قدامه وضرب جوهن ووقعه وبعد كده ضرب كايوشين فكايوشين طلع له تاني وهجم عليه بهجم الطاقة لكن ما اثرتش فيه وضرب كايوشين تاني وانزله وبعينه بس قدر يبعده وراح بعد كده قعد عليه فابا بدي فرح بقوة ماجينبو وجي عند كايوشين وقعد يسخر منه وقال له انا هقتلك زي ما انت قتلت ابو يا زمان بس قبل ما يقتله كايوشين جوهن قامه وضرب ماجينبو والضربة برضه وما صارتش فيه ورجع وبهجم الطاقة بعد جوهن لبعيد جدا وكان هياكل كايوشين فضب راجي من وراه وحدف عليه رمحه ووقفه ووصل في الوقت ده ترانكس وجوتن وشافوا بكله وكريرين متحجرين فرحوا عندهم وما كانوش فاهمين هم تحجروا كده ازاي وبالغلط وقعوا بكله وتكسر وقعدوا بعدها يتفرجوا على ماجينبو ولو بيخرج الرمح وجسده بيالتاهم بسهولة وقال له دبرا انا هكلك فدبرا جري عليه وضربوا كذا مرة ووقعوا بس شوية وماجينبو قام وجري عليه زي الاطفال وقال له انا هكلك فدبرا هجم عليه بقى شعة كتير وبرضو ماجينبو قام بعدها وقال له هكلك والمرة دي نفس كلامه وقصب دبرا بارنه وحوله الكعكة وكله وبعد دبرا ما مات كوريرين وبكله راجعوا لطبعتهم وبكله جدد جسده وبعد ما ترانكس وجوتن كسروه ومتحجر وقعدوا كلهم يتفرجوا على ماجينبو وقوته ولو بيجهز عشان يأكل كايو شين بس فيجيتا كان واصلوه فجر سفينة بابي دي الفضائية وده بعد ما دخل من بوابتها اللي كانت في مكان قتاله وهو وجوكو وبابي دي يدي ان سفينته اتضمارت وان فيجيتا خرج عن سيطرته وقال لما جينبو ويقتل فيجيتا ففيجيتا قال في دماغه كل مرة جوكو هو اللي بينقذ الموقف بس المرة دي انا اللي هضحي بنفسي وهنقذ الموقف وفيجيتا قال لما جينبو انا مش حاسس بطاقة جوهن انت اكيد قتلته وازاي تجرؤ تعمل كده انا هقتلك فبكله لما سمع كلام فيجيتا قال معه الجوهن مات وما جينبو جاهز عشان يواجه فيجيتا واستجمع قواه ففيجيتا هو كمان استجمع قواه وكسر الارض ورح هجم وضرب ماجينبو في بطنه وبعد كده قعد يركل فيه برجله وضربه في وشه ضربة قوية ووقعه فبكله قال فيجيتا تخطى مستوى السوبر سايا جين وبقى قوي جدا هو املنا دلوقتي في انقاذ الارض وكمل فيجيتا ضرب في ماجينبو وطلعه الفوق وطلع وراه وضربه ونزله تحته ووقف مستنيه فماجينبو قام وجسده رجع لطبيعته كأنه ما تصابش ففيجيتا هجم عليه بهجم الطاقة اختركت جسده ووقعته وبعدها جوتن وترانكس احتفلوا لانهم افتكروا ان فيجيتا كسب لحد ما ماجينبو امتاني وفيجيتا المستحيل ده اكيد خالد وما بيموتش وخرج ماجينبو من جسده للطاقة كبيرة جدا حوض بها فيجيتا وفجرها فيه فبابدي بسرعة حما نفسه بحاج السحري والانفجار من قوته خفى كايوشين واثر على بيكولو وكوريرين وجوتن وترانكس وطلعوا بعدها من تحت الحطام وطلع فيجيتا هو كمان وكان مصاب يصابات خطيرة وقال اعمل ايه مع الوحش ده عشان اقتله بس ماجينبو ما سكيتش وقطع جزء من بطنه وهجم بانفجارات طاقة كتير على فيجيتا وبعد كده قيدوا بالجزء اللي قطعوا من بطنه وقعد يضرب فيه فترانكس مقدرش يتحمل وراح هو وجوتن يدفعوا عن فيجيتا وترانكس ضرب ماجينبو وكسر بصخوره وبعده وقوم فيجيتا وراح بيكولو لبابدي وقال له انت لازم تموت فبابدي عمل حاجز على نفسه وقال لبكولو لو قتل تاني محدش هيقدر يختم ماجينبو تاني وهيدمر العالم كله فبكولو قال له كده كده هو هيضمر العالم سواء انت حيا او ميت وقطع بيكولو بابدي لنصين وسابو وشوية واما جينبو ورجع عند فيجيتا تاني ففيجيتا قال لترانكس ابقى خلي بالك من بولما بعد ما موت فترانكس قال له انا مش هسيبك تموت ها قتل معاك انا وجوتن ففيجيتا قال له لا قتلك ومش هيفرق في حاجة وراح فيجيتا حضن ترانكس وبعد كده ضربوا هو وجوتن وخلاهم يغمى عليهم عشان ما يقتلوش معاه ونزل بكولو عند فيجيتا وقال له اول مرة شوفك بتقاتل عشان حد تاني غيرك انا هاخد ترانكس وجوتن وهبعد من هنا ففيجيتا قال له انا هاعتمد عليك في ده بس اقول لي هو انا لما موت هشوف جوكو في عالم الموتة فبكلو قال له لا انت قتلت ناس كتير ابرياء وهتبقى في مكان الاشرار في عالم الموتة غير المكان اللي جوكو فيه ومشي بكلو بعد كده وكوريرين راح معاه في فيجيتا قال لما جينبوب انت لازم تتقطع لاشلاق عشان تموت وما ترجعش تاني انا هفجرك دلوقتي وخرج فيجيتا كل الطاقة اللي جواه وعمل انفجار طاقة مهول وقعد يفكر في بولما وترانكس وجوكو ووضعهم في دماغه والانفجار من قوته ناسف فيجيتا وما جينبوب ولما كان دا بيحصل ياموتشا كان جاي في طيارة ومع عائلة جوكو وصحابه وده بعد ما فيدل شرحت لهم كل حاجة عن ماجينبوب وبابي دي وبولما كانت خايفة جدا على ترانكس وفيجيتا وما كانتش تعرف ايلا حصل لهم بس في طريقهم استضموا بقى صار الانفجار وده عطل محرك الطيارة ووقعها فرقم 18 بسرعة خرجت ومسكتها ونزلتها وقعد ياموتشا يصلحها وبعد الانفجار ما خلص بكله وقال لكوريرين انا هرجع اشوف اللي حصل وفعلا راجع وملاش اي اثر لفيجيتا لكن لها بابي دي عايش بنصه اللي فوق بس فقال له هو انت ازاي عايش انا هقضي عليك تماما دلوقتي وبكله لما بص لها كمان اشلاق ماجينبوب قدامه وفاجأة الاشلاق دي اتجمعت مع بعض في جسد واحد ورجع ماجينبوب للحياة فبكله ترعب وهرب بسرعة وبابي دي قال ماجينبوب استعدم قدرتك ورجع لي نصي اللي تحت يا اما هاختمك تاني فماجينبوب رضخ له وعمل كده وبابي دي ام فرحان وقال له يلا عشان نقتل كل اللي في الكوكب ده وانطلقوا هما الاتنين مع بعض وبعد ما ماشي وطالع من تحت الانقاط كايوشين وكل لسه عايش وبدأ يدور على جوهان ورجع بكله لكوريرين وقال له ماجينبوب عايش ومود فيجيتا رح هضر احنا هناخد جوتن وترانكس لبرج السماء هما املنا الوحيد دلوقتي احنا ما نعرفش جوكو وجوهان عايشين ولا ميتين وفعلا راحوا لبرج السماء عند ديندي وبوبو ودهم جوتن وترانكس وهم مغم عليهم واللي ما كانوش يعرفوه ان جوكو كان فاق في الوقت ده ولا فيجيتا اخذ كل بزور الناسك اللي معاه فعل في دماغه هو فيجيتا راح فين انا مش حاسس بالكي بتاعه بس حاسس بالكي بتاع ماجينبوب وانطل جوكو عنيا وراح لديندي فاكريرين فرح وقال كده فرصتنا في القضاء على ماجينبوب كبرت بوجود جوكو وقعد ديندي علي الجوكو وبكله شرح لكل حاجة عن ماجينبوب فجوكو بدأ يفكر هيخلص من ماجينبوب ازاي وماجينبوب في الوقت ده كان طاير ببابي ديو بيدمر اي حاجة في طريقه وعلى الجانب الاخر ياموتشا واللي معاه كانوا بيدوروا على كرات التنين عشان يستخدموها ويرجعوا للحياة اي حد مات النهاردة وجمعوا ست كرات ولو الكرة الاخيرة جنب بحرفها بولمة حول تجيبها بس طلع عليها وحش وبلع الكرة فياموتشا هجم عليه ووقعوا في المياه ونزلت فيدل تضربه وتاخد منه الكرة ونزلت معاها تشي تشي وياموتشا ورشي ساعدهم لحد ما طلعوا بالكرة ومشي وبعد كده عشان يرجعوا للبيت بولمة ويستدعوش اللونج وكان لسه جوكو بيفكر هيهزم ماجينبو ازاي وبعد كده قال لصحابه وانا مش هعرف اهزمه انا وفيجيتا قوتنا متقربة جدا وبما ان هو ما هزمهوش انا كمان مش هعرف كان في حل واحد بس قادر اهزمه بي وهو الاندماج فقررين قال له ايه الاندماج ده فجوكو قال له ده تقنية اتعلمتها من كوكب روحته قبل كده بتمكن اي شخصين من الاندماج مع بعض بشرط انهم يملكوا قوة متقربة واكسات بنفس الحجم ودي تقنية مختلفة عن تقنية الامتصاص اللي بيكلوا اندماج بيها مع نيل ساعة قتال فريزا بس المشكلة في حالتي دي مش هينفع اندماج لان جوهن وفيجيتا هم اللي كنت اقدر اندماج معاهم والاتنين ما بقوش موجودين فبوبو قال انا عندي فكرة احنا نخلي جوهن وترانكس هم اللي يندمجوا فجوكو قال صح فكرة كويسة انا اول ما يفوقوا هعلمهم تقنية الاندماج طول اليوم لحد ما ارجع عالم الموتى وهم بيتكلموا لو السماء ظلمت فجوكو قال اكيد في حد من صحابنا استدعى التنين انا رايح لهم لانهم لو خلصوا التلات امنيات هنستنى سنة عشان نعرف نستدعي التنين تاني وانتقل جوكوانيا وراح لهم ولاهم طلبوا من شين لونج اول طلب وخلوا يرجع للحياة كل اللي ماتوا النهاردة باستثناء الاشرار وفعلا الناس اللي فيجي تأثلهم لما دمر المدرج رجعوا للحياة وكمان كيبته رجع فجوكو قال لدندي اعمل اي دلوقتي فدندي قال له ما تخلهمش يطلبوا اي طلبات تانية واقول لشين لونج يختفي بالطريقة دي نقدر نجمع الكرات ونستدعي شين لونج تاني بعد اربع شهور بس فجوكو سمع كلامه وعمل كده واختفى شيل لونج وبعدها جوكو خد كل الموجودين وانتقل بهم انايا ووداهم عندي دندي عشان يبقوا في امان هناك وجوكو قال لهم ساعتها ان جوتن وترانكس بخير بس فيجيتا وجوهان ماتوا فاتشي تشي اغمى عليها وفيدي الوبول ما عادوا يعياتوا ولما كان دا بيحصل كيبته قام يدور على كايوشين لحد ملا واقع وهو مصاب فعالجوا والاتنين راحوا يدوروا على جوهان ولقوه وكان لسه عايش بس مصاب اصابات خطيرة فكايوشين قال لكيبته احنا هناخده معانا لعالم كايوشين ونعالجه هناك فكيبته قال له انت عمرك ما دخلت اي بشري لعالم كايوشين اشمعنا جوهان فكايوشين قال له جوهان طيب وهيفدنا وفعلا انتقلوا بجوهان لهناك وكان لسه ماجينبو بيلف في كوكب الارض وبيخربوا وصل لمحل حلويات ودخلوا وكسروا وقعد ياكلوا شوية والموظفات بتوع المحل طلبوا له الشرطة والشرطة جموا وبدوا يهجموا عليه بس ما تأسرش بأي رصاص ودمر لهم عربياتهم وقضى عليهم ومشي مع بابي دي وبابي دي بعدها تواصل مع كل سكان الارض بالتخاطر وقال لهم انه بيدور على ثلاث اشخاص لو البشر مسعدهوش انه يلاقيهم هيخلي ماجينبو يضمر الكوكب وياكل سكانه والثلاث اشخاص دول كانوا بيكلوا وترانكس وجوتن وبابي دي ورى كل الناس شكلهم وورهم كمان ماجينبو وهو بيحول سكان مدينة كاملة لحلوة وبياكلهم وبعد كده نفخ ودمر المدينة فالناس كلها خافت وبدأوا يدوروا على بيكلوا وترانكس وجوتن عشان يسلموهم لبابي دي وما يحصل لهمش نفس اللي حصل لسكان المدينة اللي ماجينبو فيها فجوكو قال احنا ما قدامناش غير حل واحد بس نستنى ترانكس وجوتن يفوق ونعلمهم الاندماج ولما يهزموا ماجينبو نبقى نرجع كل البشر اللي ماتوا للحياة ونرجع كمان المدن اللي اتضمرت ولما جوكو كان بيشرح ترانكس وجوتن فاقوا وما كانواش يعرفوا هم فين فرحوا للمطبخ وقعدوا ياكلوا وجالهم هناك بوبو فالتنين هجموا عليه وهربوا لحد ما جوكو جي وقفهم وشرح لهم الوضع وقعدوا الاتنين يعياتوا على فيجيتا وجوهن فجوكو قال لهم كيف هيعيات لازم تبدأوا تدريب دلوقتي وفي نفس الوقت ده في عالم كايوشين كبتوا علي الجوهن ورجع له كل طاقته وام جوهن بكمل قوته وكايوشين حكى له اللي حصل وقال له انا حاطت كل املي فيك انا هساعدك تهزم مجينبو وهديك سيف قوي جدا اسمه السيف زد فكابتوا قال لكايوشين السيف زد ده مفيش اي كايو او اي مقاتل قدر يتعامل معاه ازاي عايز جوهن يتحكم فيه ويقاتل بيه فكايوشين قال له جوهن قوي وهيقدر يعملها والاتنين خدوا جوهن بعد كده لمكان السيف زد وكابتوا لبس جوهن لبس جديد عشان يتناسب مع المكان اللي هم فيه ولما وصلوا لمكان السيف كابتوا قال لجوهن السيف ده بيدي لحامله قوة كبيرة بس انت مش هتعرف اصلا تطلعه من مكانه فجوهن حاوله فعلا معرفش يطلعه فتحول لسوبة سايا جين وزود قواته ويقدر يخرج السيف فكابتوا تفاجئ والسيف من قواته كان تيل جدا على جوهن فكايوشين قال له لازم تتضرب على حمله والقتل بيه وجوهن بدأ يتضرب وجوكو كان بدأ يشرح لجوتن وترانكس تقنية الاندماج فالاتنين قالوا له احنا ما شفناكش بتقاتل خالص انت جبان وهربت ساعة قتل مجينبو وسبت جوهن وفيجيتا يموت فجوكو تسموا وقال لهم حتى لو انا جبان لازم تتعلموا مني التقنية دي عشان تقدروا تهزموا مجينبو بس هو اما بيتكلموا وبابي دي تواصل مع الكل بالتخاطر ووراهم مجينبو وهو بيدمر مدينة جديدة وبيأكل سكانها وقال لهم لو بيقولوا وجوتن وترانكس ما ظهروش هنكمل تدمير فترانكس تواصل معه وقال له احنا هنزهر وهنقتلك وبدأوا ترانكس وجوتن بعد كده تدريبات مع جوكو لحد ما بابي دي عارف مكان بيت ترانكس وبولما فتواصل مع الكل تاني وقال لهم انا عرفت مكان بيت ترانكس هو في شركة كابسول وهروح له دلوقتي فبولما قالت لجوكو انا ابويا وامي ورادار التنين في البيت لو ما جينبو راح هناك هيقتل ابويا وامي وهيدمر الرادار فجوكو قال لها ابوك وامك هنرجعهم للحياة بكرة التنين المشكلة دلوقتي في الرادار ترانكس لازم يروح يجيبه وانا هروح اشغل بابي دي وما جينبو عبل ما هو يعمل كده وفعلا ترانكس انطلق وجوكو راح بالانتقال الاني وظهروا قدام جينبو وبابي دي فبابي دي قال له عايزي فجوكو قال له وبطلوا اتلف الناس جوتن وترانكس قربوا يظهروا وهيهزموكو فبابي دي وما جينبو وعدوا يضحكوا وبابي دي قال له احنا مش هنبطل تدمير وما حدش هيوقفوا صدنا وكلم بابي دي كل الناس وقال لهم دلوقتي هوريكو ازاي ما جينبو هيهزم الشخص ده بسهولة وخلق بابي دي كل الناس يتفرجوا على اللي بيحصل في عقولهم فتحول جوكو لسوبر ساجن وترانكس وهو في طريقه حاسب الكيب بتاع جوكو وقال عم جوكو طلع قوي مش زي ما كنا فاكرين انا وجوتن وكمل ترانكس طريقه وجوكو قال لبابي دي انا تخطط مستوى السوبر ساجن وبعد بوصل لمستوى السوبر ساجن التاني وزود جوكو قوته ووصل نفسه للمستوى التاني من السوبر ساجن وكمل وقال لبابي دي بس اللي محدش يعرفه اني ممكن اوصل للمستوى التالت وبدأ جوكو يستجمع قوته وطاقته بسبب ده الكوكب كله كان بيتهز من كم الطاقة بتاعت جوكو وكله حس بالطاقة حتى جوهن اللي كان بعيد عن كوكب الارض ووصل جوكو بعدها للمستوى التالت وشكله ضير وشعره بقى طويل فكل اللي بيتفرجه تفاجه وراح جوكو هجم على ماجينبو وعاد يضرب فيه برجله ومسكه وضربه كتير بيده وبعد كده رماه وضمر بمبنى فماجينبو طلع وهجم بتقنية من تقنيات فيجيتا وجوكو تصدى ليها وعال في دماغه ماجينبو بيقدر يستخدم تقنيات خصومه بعد ما بيقاتلهم ودي مشكلة وكمل جوكو هجوم وتبادل الضربات مع ماجينبو وراح ضربه في بطنه فماجينبو ضخم بطنه وسحب جوكو جواها بس جوكو عمل انفجار طاقة وقدر يخرج كاي وبعدها تواصل معه وقاله كفاية قتال استنزفك لطاقتك هيصرع بعودتك لعالم الموتى ومش هتعرف تعلم جوتن وترانكس الاندماج لكن جوكو مسمعش الكاي وستمر في قتاله لماجينبو وقال في دماغه ترانكس وصل لبيت بولما ازاي كل ده لسه ما خدش رادار التنين ومشي وترانكس كان متأخر لانه ما كانش يلاقي الرادار وفضل يدور عليه في البيت كله لحد ما بولما كلمته وقالت له ان الرادار في الطيارة فرح جابه وانطلق بسرعة عشان يرجع وجوكو كان لسه بيقاتل وهجم بكامي هاميها اخترقت جسد ماجينبو فماجينبو جدت جسد وهجم هو كمان بكامي هاميها وجوكو بعدها وانفجرت بعيد ومن قوتها هزت الكوكب كله وبعدها جوكو حسب الكي بتاع ترانكس وعرف انه خلاص مشي من البيت فرجع لطبيعته وعلم ماجينبو انا لازم امشي دلوقتي بعد يومين بالزبط ترانكس وجوتين هيظهره وهيهزمه وانتقل جوكو عنيا ومشي فبابي دي قال ماجينبو انت ازاي تسيبه يمشي دي غلطتك كان لازم توقفه يا غبي فماجينبو الدايق وراح مسك بابي دي وقتله وخلص منه بس برضو موقفش تدمير للمودن ورح لمدينة جديدة ودمرها كلها ولما جات طيارة من الشرطة تلاح ومسكها ورماها وانفجرت وكمل ماجينبو ورجع ترانكس برادر التنين وسلمه لجوكو واصحابه وهو وجوتين قال لجوكو انت فعلا قوي احنا كنا اغبياء لما فتكرناك ضعيف وهربت من مواجهة ماجينبو فجوكو قال لهم خلينا في المهم انتوا هتتعلموا دلوقتي تقنية الاندماج بس وجوكو بيتكلم العرافة بابا جات قالت له خلي بالك فاضلك 30 دقيقة وترجع عالم الموتة فجوكو بسرعة بدأ يعلم جوتين وترانكس التقنية وتعاون مع بكل ووراهم الوضعية اللي يقدروا بيها يطبقوا التقنية ولما كان دا بيحصل ماجينبو دخل قرية حول سكانها كلهم لخرصانة وبنابت لنفسه وبعد كده كمل تدمير في المدن وفي عالم كايو شين جوهان كان بدأ يتحكم في السيف زد وكبته ما كانش مسدق انه يقدر يتحكم في السيف بالسرعة دي بس لما كان جوهان بينجح في تدريبات وترانكس وجوتين ما كانوش عارفين يتقنوا تقنية الاندماج وقالوا لجوكو احنا كنا عايزين نشوفك وانت في المستوى الثالث من السوبر ساجن فجوكو قال لهم هتحول وهوريكو نفسي وفي المقابل توعدوني انكو تتقنوا الاندماج فقالوا له ماشي وتحول جوكو وهز المكان كله لما ترانكس وجوتين شافوا رجع لطبيعته تاني وقال له هم اديكو شفتوني يكملوا بقى تدريباتكو وشوية وفعت تشي تشي وجات العرفة بابا وقالت لجوكو وقتك في عالم الاحياء خلص فجوكو حضن جوتين ووضع صحابه ومشي مع العرفة بابا ورجعته لعالم الموتى وهناك جوكو سأل اذا كان جوهن موجود ولا لا وعرف ان جوهن مجاش عالم الموتى ومعنى كده انه مماتش ففرح وقال في دماغه واما الجوهن فين وفجأة جوكو حاسب طاقت جوهن وده لان ده عالم كايوشين جنب عالم الموتى وممكن يترحلي من هناك فانتقل جوكو حانيا ورح لجوهن وتأكد انه مماتش وعرف انه بيتدرب على التحكم في السيفزيد فقال لكايوشين انا هقعد معاكو هنا لحد ما جوهن يخلص تدريباته ويرجع لكوكب الارض تاني وفعلا قعد معاه وعد يوم بكل ودرب فيه جوتين وترانكس على الاندماج ومجينبو كان قتل تلت سكان الكوكب واستمر في التدمير وفي طريقه لتدمير مدن زيادة قبل طفل وحاول يخوفه ولكن اكتشف ان الطفل ده اعمى فاستعدم قدرته ورجع له بصره والطفل ما كانش مسده انه بقى يشوفه شكر مجينبو وقعد شوية يتكلم معاه ودي كانت اول مرة مجينبو يقعد يتكلم مع بشري وما يقتلوش من ساعة ما رجع للحياة ولما عارف ان الطفل عايز يشتري لبن طار لقرية جنبه وحاول واحد من سكانها لعلبة لبن ورجع اداها للطفل فالطفل قعد يشكر فيه ومشي مجينبو بعد كده وكل لسه جوهن بيتدرب بالسيف وجوكو اختبر وشل صخرة كبيرة جدا وحدفها عليه فجوهن كسرها لنصين بالسيف فكايوشين صعب الاختبار ودى الجوكو مقعب ضخم مصنوع من اصلب معدن في الكون واللي اسمه كاتشن وجوكو رمع لجوهن بس المراد السيف هو اللي تكسر وكلهم استغربوا وقالوا ازاي سيف زد الاسطوري يتكسر بالسهولة دي فجوهن قال لهم مش مشكلة تدريبي بالسيف خلاني اقوى وكده كده انا اقدر اقاتل من غير السيف بس وجوهن بيتكلم ظهر شخص غريب محدش يعرفه وقال لهم انا كايوشين القديم وكنت مختوم جوه السيف ده ولما السيف اتكسر خركت انا بقدر ازود القوة الخفية اللي موجودة عند اي شخص فجوكو قال له طب زود قوة جوهن لانه هيواجه مجينبو فكايوشين القديم وافق وفضل يلف حوالين جوهن وقال له خليك سابت لاني محتاج خمسة وعشرين ساعة عشان اعمل المرسم بتاعتي وزود قوتك فجوهن فضل واقف وفي نفس الوقت ده جوتن واترانكس كانوا جهزوا لتطبيق تقنية الاندماج وكل الموجودين جوم يتفرجوا عليهم وبقولوا قال لهم لما تندمجوا هتعودوا 30 دقيقة بس مندمجين وبعد كده هترجعوا لطبعتك ويلا بدأوا فاستخدموا التقنية واندمجوا وظهروا مع بعض في جسد واحد بس كان جسد تخين وضعيف فبقولوا قال لهم انتم عملتوش حركات التقنية بطريقة صحيحة عشان كده ظهرتوا بالشكل ده هنستنى 30 دقيقة لما ترجعوا لطبيعتكم وهنجرب تاني وفعلا بعد 30 دقيقة رجعوا لطبيعتهم وطبعوا التقنية بشكل صحيح بكل حركاتها والتقنية نجحت وده ما جيتهم في مقاتل واحد اسمه جوتنكس وبقولوا قال لجوتنكس عايزين نجرب الاندماج لما يكون جوتن واترانكس في نمط السوبر سايجن بس جوتنكس لانه مغرور قال له لا انا هروح دلوقتي لما جينبو بقوتي دي وههزمه وفعلا جوتنكس ماشي وراح عندما جينبو ولا بيدمر سفينة وبيقتل ركبها فواف على السفينة وهجم عليه واخترك جسده بهجومه فما جينبو جدد جسده وراح له وجوتنكس هجم بسرعة كبيرة وقعد يضرب فيه كتير ومسكه بعد كده ورماه ووقعه وقعه وقصبه بهجوم طاقة وقطع نصه اللي فوق بس بو جدد نفسه تاني وراح ضرب جوتنكس ونزله للمية وبعد كده رماه على جدار المينة وجهز هجم طاقة عشان يقتله لكن قبل ما يطلقه جي الجيش عشان يقتله ماجينبو وضربه بالدبابات عليه وطبعا ماجينبو ما تأثرش وعمل انفجار طاقة كبير محا بيه قوات الجيش كلها وجوتنكس استولى الفرصة وهرب ورجع عند بكله والبقين وقال بكله فعلا ماجينبو قوي كان لازم ادخل في نمط السوبر سايجينة قبل ما روح له فبكله زعله وقال له من دلوقتي كلامي هو اللي هيمشي جوتن وترانكس هيكمله تدريب لحد بكرة وهيدخله في نمط السوبر سايجينة قبل ما يندمجه ويتحوله الجوتنكس وفعلا بدأوا ينفذوا كلام بكله ولما كان ده بيحصل ماجينبو قتل بشر كتير وما بقاش فاضل من سكان كوكب الارض غير عشرين في المية لان ماجينبو قتل الثمانين البقيين وما كانش قدام البشر غير انهم يبعتوا ساتان لماجينبو عشان يقضي عليه وفعلا راح ساتان لهناك وهو متضرر ومش عارف يعمل ايه ولما قرب لبيته ظهر ماجينبو فساتان قال له ارجوك ما تقتلنيش انا جاي وجايبلك معايا شوكالاتة فابو فرح وكل الشوكالاتة وقال له طعمها لزيز وانت بشري مسلي وهخليك الخدم بتاعي وكل لسه كل ده كايوشين القديم بيكمل المرسم بتاعته وبيزود قوة جوهن وعند ديندي جوتين وترانكس كانوا بيكملوا تدريباتهم مع بيكولو وجهزوا ساعتها الاندماج السوبر ساجين وتحولوا هما الاتنين واندمجوا وظهر جوتينكس بشكل اقوى بس كان بنفس الغرور وعمل نفس الغلطة وقال انا رايح لماجينبو دلوقتي ونزل لف العالم بسرعة جنونية وراح عند بوه لكن لما وصل وقت الاندماج كان خلص ورجع جوتين وترانكس لطبيعتهم فهربو خرج ماجينبو يشوف مين اللي برة وملقاش حد فقال لساتان انا رايح اقت البشر ودمر مدن اطبخ اي حاجة عقبال مرجع فساتان قال له ماشي وبعد ماجينبو ما ماشي ساتان حط له متفجرات في البيت عشان يفجر البيت بيه ويقتله بس شوية ورجع ماجينبو مع كلبه وقال لساتان الكلب ده غريب ما بيخافش مني وما بيجريش ولغته مش مفهومة بالنسبالي فساتان قال له هو مصاب لازم يتعالج الاول عشان يجري فبقوا عالج الكلب وبعدها الكلب بدأ يجري وراه وماجينبو حب الكلب جدا وسبو يقعد ويلعب معاه وساتان ساعتها مقدرش يفجر البيت عشان ما يقزيش الكلب وقال لما جينبو هو انت بتاتل البشر ليه ده شيء سيء جدا فبو قعد يفكر شوية وقال لساتان خلاص طالما انت مش عايز نقتلهم مش هقتلهم وكمل ماجينبو لعب مع الكلب لحد ما فجأة جي شخص غريب بيستهدف ماجينبو وقتل الكلب ووقف بو ميت دايق جدا لان الكلب مات وبكده يبقى خلص ارك ماجينبو من انيميدراجون بول زد ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيجي جديد على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو واعمل لها فولو لو عايز يوصلك كل جديد عن القناة في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة